اشتركوا في القناة كل جديد سدم رواد مواقع تواصل الاجتماع اليوم السبت بعد الاعلان عن حصيل مروع وجديد لحوادث المرور خلال 48 ساعة اخيرة وحسب بيان الحماية المدنية فقد توفي عشرة اشخاص واصيبا ما لا يقل عن ال470 شخص في حوادث مرور متفرقة عبر ولاية الوطن وتعرف الجزائر ومنذ مطلع سنة 2022 حوادث مرور كارثية ومروعة في كل الولاية تقريبا راح ضحية ألف المواطنين بين متوفين ومصابين ودعى ناشطون السلطات الوصية إلى ضرورة تدخل العاجل والعودة إلى قانون سحبر خصاصياء وتجديد العقوبات على المخالفين فيرجى أخذ الحيط والحذر من كل المواطنين ومستعملية طريق